تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز على فيسبوك خلوني أبدأ بمثال صغير صار معي قبل ما أبلش أصور حلقتي اليوم مثال بسيط إلي صديق ما بيحضر كرة قدم بس هالشخص بيقول لي بدي أجي عندك قلت له والله عندي تصوير قال لي شو صار وقلت له مرش أولي عمان فاليكانو فأسأل هيك شو النتيجة فقلت له فاليكانو متقدم فالرجل كان جواب بسيط زيلا ما يعرفش كرة قدم لكن بيشوف نتائج هون وهون وهون هو بروعة كفية بروعة كذا قال لي هم يشكلوا برشلونة بطل يفوز فموضوع وضع برشلونة السيء موضوع وضع برشلونة المعقد ما عاد أبدا واقف على اللي بيعرف كرة قدم ولا على مشجع برشلونة ولا على اللي متابع صار حتى اللي ما بيشوف مباريات فاهم انه في شي غلط صار بالأملاق الكتالوني مباراة معقلة عم بخوضها برشلونة مع راي وفاليكانو مش كثير كان الوضع غير متوقع لأننا بنتكلم عن فريق يمحقق 16 نقطة من 10 مباريات اللي هو فاليكانو ودخل المباراة مع نقاط أكثر من برشلونة أو فريق يمسجل عدد أهداف جيد هذا الموسم تهتز جباكه كثير لكنه مسجل 17 قول فريق عنيد فريق بيعرف يلعب كرة بشكل عام منذ بداية الموسم ومنذ وصول فالكاو في تأثير كبير عم بيعيشوا هذا النادي برشلونة بيبدأ بأربعة ثلاث ثلاث الخطة اللي كلنا بنعرف أنه ما بيلعبها كومان لأنه بفضلها بيلعبها لأنه بحس أنه هاي اللي بده إياها الرئيس لأنه هو كان ماي الكثير لخمسة ثلاثة اثنين وطلعت التسريبات اللي بتحكي أنه الرجل أجبر على هاي الخطة لكن هذا لا يحميه بل يدينه أنه بيلعب بشي ممكن بشوفه ما بناسب الفريق أربعة ثلاث ثلاثة بدنا نشوف الجناح الأيمن ديست عم بيكمل وأكويرو بيبدأ أول مباراة رسمية أوكتينيو بخوض مباراته المية ومن راحن بعض إذا بتقدر تذكر له خامس مباريات من أصل مية كان فيها صانع فارق يليق بنص المبلغ اللي دفعوا في برشلونة وفيما يبدو هناك رابع عند كومن أنه دي باي يكون جناح أيسر فشفناه اليوم أيضا بيرسله هناك طبعا ربما اليوم ظروف اللعبين الموجودين الأسماء الموجودة أجبرته يفعل ذلك لكن بشكل عام واضح جدا أنه هو يشعر أنه هذا اللعب الوحيد اللي لما يطلقه خارج منطقة الجزاء ممكن يأتي بحل فردي لوحده أول سبع دقائق لو تشوفها بتكفي تعرف ملخص المباراة يعني اللي بدي يسرق ملخص المباراة ويرفعوا على اليوتيوب يقص سبع دقائق بس ويقول للناس كرروها هذه هي مباراة اليوم أول سبع دقائق فليكانوا قادر يتواصل بسهولة من الدفاع للوسط للهجوم قادر يوصل كرته وكرته بتدخل منطقة الجزاء ممكن ما بيصنع فرص بس بتدخل وبتكون قريبة من مرمى شتيجن في المقابل برشلونة متباعد خط وسطه مش قادر يربط مع خط هجومه وما بيقدر يغير اتجاه اللعب من اليمين لليسار إذا رعى اليسار بيظلوا ماشي باتجاه واحد وكأنه كرته القدم صار ممنوع فيها اتلف للاتجاه الآخر إذن تواصل عمودي أو تواصل عرضي برشلونة ما كان عنده من أول دقيقة لآخر دقيقة وفي سيناريو متكرر عشناه كثير هذا الموسم برشلونة بيمسك كرة بيرفع الاستحواذ بوصله ربما لسبعين وخمس وسبعين بالمئة لكن في النهاية لما نطلع على عدد التزديدات في نهاية الشوط الأول بقولونا سفر تزديدات على عد مرمى لأنه هذا الفريق في الحلقة الماضية بعت لكلاسيك وقلت لاحظت أنه ربما يفتقر الإبداع اليوم بقول تأكدت أنه يفتقر الإبداع هذا الفريق ما عنده اللاعب المهاري اللي قادر يمر من واحد أو اتنين ويفك دفاع ويستفيد من استحواذ الكرة أو اللاعب صاحب التمريرة اللي لما تقرب الكرة على الثلاث الأخير يحط أجويرو اللي هو ربما أنا بالنسبة للشيل وحيد الإيجابي اليوم لأنه كان عب يتحرك بزوايا جيدة وطلب كرة أو كرتين بس ما زبطت معه نتيجة رقابة فريقانو الممتازة لإلو فأنت ما عندك هذا الإبداع واستحواذ تبعك بطيء وإحنا زي ما حكينا الحلقة الماضية حتى قوتك البدنية محدودة بطيء هو بدني محدودة وبدون إبداع حتعاني في كل مباراة هتلعبها كرة قدم إلا بس لما تتقدم طبعا بالنسبة للهدف ممكن نسبة لشتلوم المنظومة ومش منظومة يوم ما له علاقة بالمنظوم لاعب تأخر كثيرا على الكرة ما طلع بدون سبب رغم أنه حتى في إشارة أنه أحد الزملاء عم بأشرره أنه إلعب بسرعة ثم أخذت منه الكرة نتيجة أنه فريق عم بيضغط عليك من أول دقيقة فعلا اللي هو فاليكانو بوسكتش ما توقع تيجي الغدر من الخلف طبعا هذه ما بصير بحقه ولكن لاعب خبير أول شي بيعملوا اللعب بهذا المركز تحديدا بيتطلع خلفه وبعدين بيشوف أمامه شو عم بصير وبعدين تيجي الغهفوة وفالكاو كان عم بيركد صح كان متمركز صح ركض ما بين المدافعين ربما بنتكلم عن بيكي أعتقد يعني في عقله كان عنده خيار أني لو أخذت بلانتي ممكن أنطرد أو شيء ما شابه فقال خلينا نلعب 11 فتلقى الهدف طبعا المرة الثانية برشلونة من الأول تزديد بيطلقى هدف تعودنا على هذا الشي معه في كل المباريات تقريبا برشلونة تقريبا لعب 30% من كرة القدم ريتم اليوم ما تحكم فيه ما منع فاليكانو أيضا بالناحية الدفاعية يتواصل ويوقف على الكرة ويوصلها للثلث الأخير وبنفس الوقت ما صنع فرص كافية يعني لا هجوم ولا دفاع ولا حتى تحكم حقيقي بكرت القدم برشلونة اليوم ربما ضاعت ركلة الجزاء عشان الناس تشوفوا الوجه الحقيقي والألاء الحقيقي اليوم أنها ممكن كانت ركلة الجزاء ما جاءت ضمن منظومة هجومية وأفكار هجومية جاءت من مجهود فاردي كان ممكن لو تسجل تتغير مسار المباراة لكن خلص فيه شيء في حض واقف ضد برشلونة بيقول الناس هذا هو الوضع الآن طبعا أكيد آمننا الآن أنه فكرة دست في خط الهجوم تبدو غير مقنعة اللاعب أمام المرمى رجله أبدا مش على المرمى ثانيا ما عنده الإبداع يبدو أفضل أن يكون ضهير ينطلق ويلعب هالكرة العرضية ما يكون دوره مطلوب أكثر نحو الصندوق ربما أبعد من الصندوق حيكون أفضل فلي كانوا قدر يشتري الوقت في مباراة اليوم من لقطة للقطة 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 ضيع الوقت هدوء وكان ممتاز ثباته الذهني كان ممتاز أيضا عنا شفنا اليوم كوتينيو بقدم مباراة أقرب للكارفية بكل شيء بالمحاولات الفردية بالتمريرات بالتمركز في كوتينيو مش موجود كلاعب كرة القدم كوتينيو بلشت اليوم أأمن أنه خلص مرتاح عقدي للتلات وعشرين أموري تمام رات بجاي ومش ضروري ألعب ولا أفوز ما هم كلهم بيخسروا معي كوتينيو بطلت فارقة معه حقيقة هذا اللي عم بشوفه منه في آخر المباريات الشين وهيدين بيخليك تفهم ليش كوتينيو لسه عم بيبدأوا عم بيلعب منهم بدهم يحاولوا يعني بلك يلعبنوا مبارتين ثلاثة أعطينا لنادي بعشرين خمسة عشرين مليون بدل اللي راحوا على الفاضي كثير خطأ تحاول تعوض استثمار فيش الغلط على حساب مشروع مستقبلي وهذا اللي بيصير مع برشلونة هذا الخطأ إنك تخسر مبارح وتحاول ترجع خسائر مبارح عبر شيء حيضر لك أيضا في المستقبل فليكانوا اليوم أيضا طبق قاعدة مهمة جدا في الضغط وتحديدا في عمق الوسط ثلاثة الوسط تع برشلونة كان ممنوع تماما يستلم الكرة إلا عنده لاعب داخل ضاغط حتى لو فيها فاول حتى لو فيها احتكاك هم أدركوا إنه برشلونة الحالي ما عنده جودتين مهمات بغياب بدري وديونج ما عندهم جودة اللمسة الوحدة وطبعا بغياب كل لعبة كرة القدم ما عندهم اللاعب المهاري اللاعب المنطلق اللي ممكن لما تدخل عليه يأكلك وينطلق في المساحة ما عندهم ميسي باختصار ما عندهم واحد زي نيمار ما عندهم واحد عنده هذه القدرة الفردية وهون صار بليكانوا عارف لو أنا ضغطت عليهم واحتكيت معهم جايين من كلاسيكو مرهقين بعضهم شوي شوي المبارحة تصير أسهل وهذا فعلا نجح فيه وهذا فعلا اللي أجبر بعض العمين برشانيو يصيروا طلعوا كرات أي شكل رجع لورا ودينا اليمين ما في شكل لإنسيابية الكرة نحو منطقة الجزاء كان واضح إن جميعنا ربما الشوطة الثانية تحسن الفريق دخل الكرة منطقة الجزاء أكثر بس الفريق مقروء 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 جدا لما أقول مقروء الكرة وهي بتدور وبتتحرك أنا عارف وانت عارف وان رايحة وعارفين كيف بدها تروح وبعدين كيف بدها تدخل منطقة الجزاء وهدول اللاعبت فليكانو مزي وزيك جينبتو حي المباراة يستمتع وهدول محضرين ثلاث أيام وعارفين شو بده يصير فهم أكثر مننا متوقعين برشانيو ما عنده ذلك الجانب المفاجئ وبنفس الوقت ما عنده تلك السرعة القصوة يعني فيه فرق انت عارف الكرة كيف عم تمشي معها لكن سرعتهم بتخليهم يسبقوك فمش بالإبداع بيهزبوك بيهزبوك بفارق السرعة برشانيو لا فارق سرعة ورا فارق إبداع ولا فارق أفكار لما تشوف فليكانو أكثر تنظيما أفضل انتشارا أسهل بطلوع الكرة تعرف إنه جزء أساسي من المشكلة مدرب مش بس جودة لأنه أكيد لعيمة فليكانو مش أحسن من لعيمة برشانيو الموجودين حاليا وأنا قلت ما حبيت حركة تخريجة مينغيزة المرة الماضية لأنه فيها نوع من الجبن اليوم برجع أحكي ما بحب المدرب اللي بيركب راسه وما بدو يلعب يوسف ديميرو بينساو وبقود يلعب لي دستو مين مكان جناح أي منهجومي ولما يحس حاله تورت ويحس راسه صارت في خطر يلا يا يوسف انزل انقضني ما بحب الشخص اللي مش مآمن بفكرتك آمنت بفكرتك خليك عندها أو لو تتراجع خليك متراجع مش ممكن لما ترجع الأمور كويسة اتبطلت لعبه نفس الحركة من التراجع على الأفكار عملها مع ريكي بويق أكتر بالمرة كما بشعر إنه فيه عنده نروحة الجبن ناحية القوف ناحية التمسك الزيادة عن لزوم بالمنصب وبنفس الوقت ناحية الاستعداد والاستسلام إنه مدرب رايح طبعا فيه نقطة صارت على جانب المباراة بنحكي عنها مشكلة بدري وتمدد إصابته بدري لاعب كان مهم جدا فارغ كثير بخط الوسط لما تكون زي ما حكينا جودتك محدودة وعندك مشاكل فنية مش ناكسك تكون عندك مشاكل بدنية وعضلية الفريق هذا بدنيا سيء جدا من الموسم الأخير لفال بيردي هذا فريق مختص ما نوش علاقة بالفريق الطبي هذا الفريق المساعد البدني اللي عندهم مشكلة برشلونة بهذه النحية بلا نقاش الفريق بيفصل دقائق الفريق ما بيدخل جو اللقاء أسرع الفريق إصاباته كثيرة هذا الفريق بده شغل بده استثمار حقيقي هناك لازم تكون الصفقة قبل أي لاعب كرة قدم وأيضا الفريق الطبي يعني لا يعقل اللي بينصاب ما بيرجع صغير كبير شو مكان اللي بيروح ما بيرجعه دايما فيه انتكاسات 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 فيه شي خطأ مستحيل يكون فيه نادي منحوص لهذه الدرجة زي ما بصير مع برشلونة حاليا إلا أنه فعلا فيه أخطاء طبية زي ما تكلم أمتيتي وغيره يعني مش ممكن اللي بيروح بننسى والله اليوم أنا كتشفت أنه دملي ما لعب ورا مبارا هذا الموسم إنه والزمان هذا إله مش حاسس سوين راح فهذا هو وضع برشلونة الحالي فيه مشاكل خلف الكواليس فيه مشاكل في الملعب وفيه مشاكل في الجودة وفيه مشاكل في الماضي مولوثة عن برطوميو حزمت مشاكل كثيرة الله يعين جمهور برشلونة هالفترة لعن ما يطلعوا منها وأنا برجع أقول اللي حكيته زمان أنا واثق إنهم حيطلعوا منها سنتين ثلاثة وبرشلون حيكون بخير نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر وإستغرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة